بسم الله الرحمن الرحيم ازايك يا سنة تانية عاملين ايه النهاردة هناخد لانهية لانهية بتعمل ايه بتنهي عن فعل معين يعني لازم يبقى بعديها فعل لازم بعديها ايه سنة تانية فعل هتاخدوها كمان في سنة تالتة وهنزل الفيديو لسنة تانية وسنة تالتة وتابعوا معايا علشان اول مرة هناخدها في سنة تانية وهيبقى اكتر مراجعة عندكم في سنة تالتة طيب تعالوا يلا هنشوف الناهية دي عبارة عن ايه وهنستخدمها ازاي بيقولي هنا اكمل كالمثال اكمل كالمثال اللي محتاج المذكرات اللي انا بشتغل منها ينزلها من موقع ذكرولي تمام هنزلكوا اللينك بتاعه تحت الفيديو اشرب الدواء اشرب الدواء هيقوله ايه لا تشرب الدواء يبقى دي لا الناهية بتنهينة عن فعل معين لا تشرب الدواء اشرب فعل الامر ده هنشيل الالف وهنحط مكانها تا لا تشرب الدواء اشرب العصير هتبقى لا تشرب لا تشرب العصير صح كده يا سنة تانية طيب معانا يا سنة تالتة اللي تابعين معانا طيب ارفع صوتك ارفع صوتك هتبقى لا ترفع لا ترفع صوتك عملنا ايه عملنا فعل الامر ده لفعل مضارع لا ترفع صوتك تمام وحطينا لا النهاية تعالوا نشوف المثال اللي بعده اجلس على الكرسي هنقول لا تجلس على الكرسي تمام طيب اخرج من الفصل لا تخرج لا تخرج سهلة خالص وبسيطة لا تخرج من الفصل يبقى لما يقول لي انهيلي الجملة دي واستخدم لا النهاية هنقول لا وبعديها الفعل في المضارع اقطف الوردة لا تقطف الوردة تمام طيب اجلس على الكرسي لا تجلس على الكرسي عملنا فوق اركب القطار لا تركب القطار تمام طيب امسح السبورة لا تمسح برافو السبورة ايه تاني اغسل الملابس لا تغسل الملابس طيب ها اذهب الى النادي لا تذهب الى النادي تمام ايه تاني بيقول لي تدريب كمان محمد يكتب على الجدران انهي محمد انه يكتب على الجدران هنقول له ايه لا تكتب على الجدران سامير يرفع صوته هنقول له لا ترفع صوتك دي صيغة تانية من الاسئلة ممكن تجيلنا اما يجيلنا كده جملة ويقول لنا انهي الولد ده او انهي الشخص عن فعل معين بيحدده لنا هنا في الجملة يعني هنا بيعمل سلوك غير لائق فاحنا بنمنعه عنه او بننهاب لانهي لا ترفع صوتك وليد يأكل كثيرا يبقى وليد ركز معايا وليد لا تأكل برافو كثيرا كثيرا تمام يبقى بننهي وليد انهو يأكل كتير طيب شادي يقترب من التلفاز شادي لا تقترب تمام من التلفاز التلفاز اللي هو التلفزيون طيب محمود يسخر من صديقه محمود لا تسخر من صديقك يا محمود عيب بننهاي عن فعل وحاجة غير صحيحة وغير لائقة احمد يهمل المذاكرة احمد لا تهمل برافو لا تهمل المذاكرة تمام طيب تعالوا نشوف شوي التدريبات التانية هنا بيقول لي افتح هنقول له ايه لا تفتح اقرأ لا تقرأ يبقى هنا افتح لا تفتح اقرأ لا تقرأ برافو اشرب لا تشرب العصير مثلا زي ما عملنا في المثال اللي قبل كده طيب اسمع هتبقى لا تسمع اخرج لا تخرج تمام افتحي لو مؤنس بقى لا تفتحي اقرأي لا تقرأي مش هتفرق خالص هنسبها زي ما هي مؤنسة اشربي لا تشربي اسمعي لا تسمعي اخرجي لا تخرجي صح كده طيب تعالوا نشوف باقي الامثلة ادخل لا تدخل اركب لا تركب انظر لا تنظر اعمل لا تعمل امسح لا تمسح ابحس لا تبحس هنحط التق ها ارسل لا ترسل اقفز هتبقى لا تقفز نقطة واحدة طيب ادخلي لا تدخلي كل دي افعال مختلفة علشان نعرف نعرف اشكال الافعال ونعرف ازاي ننهيها اركبي لا تركبي انظري لا تنظري اعملي لا تعملي امسحي لا تمسحي ابحسي لا تبحسي ارسلي لا ترسلي اقفزي لا تقفزي تمام؟ بتهيق لي كده المعلومة وصلت تعالوا نشوف في تدريبات اكتر ولا لا اقفزها هنا زيها بالزبط اصبح هتبقى لا تسبح اغسل لا تغسل لا تزرع لا تنزل لا تصعد لا تطرح لا تجمع لا تضرب لا تسبحي لا تغسلي لا تزرعي لا تنزلي لا تصعدي لا تطرحي لا تجمعي لا تضريبي وفيه اسلوب تاني للسؤال تعالوا نتعرف عليه بيقول لي هنا اكمل كالمثال اخرج من الفصل لا تخرج من الفصل ادخل القفص عملناها قبل كده لا تدخل القفص تعالوا نشوف نوع تدريب تاني بيقول لي هنا ايه بيقول لي اخرجي من الفصل ده للمؤنس برضو هتبقى لا تخرجي من الفصل لا تدخلي القفص لا تشرب العصير لا ترسمي الشجرة لا تمسحي السبورة اركبي هتبقى لا تركبي السيارة طيب هنا مثال جديد محمد يصهر ليلا بيحكي لنا عن فعل بيحصل لشخص ما بيقول لنا انهي انهي او استخدم الناهية او انهيه عن فعل هذا الامر يا محمد لا تصهر خالد يأكل كثيرا خالد ممكن نقول له يا خالد لا تأكل كثيرا تمام طيب ها محمود يكتب على الحائط محمود لا تكتب عادل يهمل دروسه عادل لا تهمل دروسك تامر يضرب القطة تامر او يا تامر يا تامر لا تضرب لا تضرب الايه القطة بتهيئ لي المعلومة وصلت من التكرار كارم يعذب الحيوان كارم او يا كارم لا تعذب لا تعذب الحيوان تمام ان شاء الله عايزاكوا تتدربوا على شوية التدريبات دي عشان المعلومة تثبت ولما يجينا سؤال في الاختبارات نعرف نحله وان شاء الله تبقى حاجة سهلة وبسيطة عليكم بالتوفيق للجميع ان شاء الله هنا برضو بيقول لنا للمؤنس ارمي سعاد للا سعاد nie ارد الان لا تكلي الى دي مهمة كثيرا ونكمل تمام طيب هناء تكتب على الحائط يا هناء لا تكتبي والياء مهم عشان مؤنس على الحائط حنان تضرب القطة يا حنان لا تضربي القطة يا التأنيس سهام تعذب الحيوان يا سهام لا تعذب بيبي برافو الحيوان بكده نكون انتهينا من فقرة لا الناهية وتابعوني في باقي الأسليب والتركيب علشان هشرحها لكم والمذكرات اللي أنا منزلاها دي من موقع زاكرولي اللي حابب يطبع منها ويحلها معا بالتوفيق ومع السلامة متنسوش تعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم كل الجديد باي باي